أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي بأخبار الأهلي. نخلصها كلها ونتكلم فيها بتفاصيل عشان خاطر جمهور النادي الأهلي اللي بيهتم بكل كبيرة وصغيرة بتتعلق بالفريق. في البداية في حالة من القلق عند الجمهور شوية بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا على مدار الأيام القليلة السابقة. والكل الآن طبعا على الفرقة. لأن انت عندك تحديات مهمة جدا. بتبتدي بكسر الربط إن شاء الله أول مطر يوم الخميس بتاعتك. فمطر حيكون صعب. فانت بالتالي عندك مجموعة كبيرة جدا من لعبين تسعة لعيبة في المنتخبات المختلفة. فبتفتقدهم. بخلاف المصابين بكورونا. فالناس قال أنا شوية. طب إحنا كده هنلعب بمين طب مين حيكون موجود. مين حيشارك؟ لا اتطمنوا. الأهلي ما شاء الله لقوات إلا بالله عنده بدل الفرقة تلاتة. مش اتنين بس. بدل فرقة تلاتة. بخلاف العناصر اللي بتصعد من قطاع الناشئين. وهي في الحقيقة عناصر مميزة جدا. فما نقلق طبعا المنافسة هتبقى صعبة. جمهور الأهلي دايماً أي بطولة بيكون موجود فيها الفريق. بيبقى حابب جداً أن يفوز بيها. خصوصاً لما تكون بطولة هي الأولى من نوعها في مصر. بطولة تكسل ربطة. فالطمع عندنا احنا زيادة شوية. وهو ده طبيعي بالنسبة الجمهور النادي الأهلي. أن انت بتبقى حابب أنت تكون أول فريق يفوز بالبطولة دي. ودي حاجة إيجابية في الحقيقة. ففي نفس الوقت. يعني أنا حابب أطمن كل جمهور النادي الأهلي. أياً كمين حيكون موجود في المطشط اللي جاية. حيقدي وحيقصر الدنيا إن شاء الله يحقق المطلوب. وربما ربما يلحق البعض بهذه المباراة. بس في صعوبة كبيرة. لأن الفيروس كورونا حتى لو تم شفاقهم بإذن الله تعالى. أكيد حيبهم محتاجين مشاركة تدريجية في تدريبات حتى الجاهزية التمة. فبالتالي أنا عايز أتكلم مع حضراتكم على آخر الأخبار الخاصة بالمساحات. الخاصة بفريق النادي اللي الآن. النهاردة كان فيه مسحة اتعاملت مبارح لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد فخري ورامي ربيعة. المسحة أصفرت عن أنها تلعت سلبية لكل من طاهر محمد طاهر وفخري وإيجابية للربيعة. وربيعة أصلاً كان عنده كرون. كده كده. كان فرحه وبتعامل زحمه. ما شاء الله يعني. فبنباركله بالمناسبة. وبنقوله ألف سلام عليك برضو في نفس الوقت. فبالتالي ده جديد بخصوص المساحات المختلفة. تحديد رامي لسه إيجابي. لكن طاهر وفخري شوفيه تماماً. ويشاركوا في التدريبات النهاردة. وبعض التدريبات كده البدنية الخفيفة جداً. كجزء من المشاركة التدريجية في مران النادي الأهلي. بكرة أو بعد يشاركوا في التدريبات بشكل كامل. دكتور أحمد أبو عبل هو محور الأخبار على مدار الأيام الحالية بسبب كورونا. فقال إنه سيكون في مسحة إضافية لسوداسي الفريق غداً. بكرة ستكون مسحة جديدة لكل من رامي ربيعة وياسر إبراهيم وبيرسيتا والويس مكسوني وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا. ودول المصابين بكورونا. النهاردة كمان كان عمار حمدي خد راحة من التدريبات لأنه عنده نازلت برد. حتى الآن هي نازلت برد بس. فخد راحة وبكرة إن شاء الله يشارك في التدريبات بشكل طبيعي. في المقابل كان في راحة أيضاً وتدريبات في الجيم المحمود وحيد بسبب معاناته من إجهاد عضلي. فبكرة إن شاء الله محمود وحيد برده ممكن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. اللقطات الحركم شايفينها. دي لقطات من مران النهاردة. بالنسبة للنادي الأهلي. في إطار مواصلة الاستعداد للمبراءة الأولى في كاسر ربطة أمام فريق الجونة. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه البطولة وفي مستهل هذا المشوار. البطولة مش هتنتهي في الفترة دي. مش هتخلص في هذا الشهر. لكن هيكون فيها طبعاً أدوار لحقة دور نصف النهائي والنهائي في مواعيد لحقة. هيتم تحددها. في مواعيد مبدئية. بس هيتم تحددها بشكل رسمي بعد كده. فبالتالي ده أمر مهم جداً بيتعلق بفريق النادي المناسبة هي فرصة بطولة كاسر ربطة دي. فرصة العدد كبير جداً من اللاعبين اللي ممكن ما يكونواش بيشاركوا في فترة اللي فاتت في المباريات الرسمية علشان يظهروا قدراتهم بشكل أكبر. وهي قدراتهم بصراحة معروفة للجهاز الفني وعارفين كويس جداً أنهما لعبة مميزة. بس دايماً أنت في منافسة في النادي الأهلي والده اللي احنا متعودين عليه في الاهلي عن أي فريق تاني. فالمنافسة دي بتخلق حالة من الدوافع الكبيرة عند كل القايمة اللي موجودة في النادي الأهلي. فهي فرصة بالنسبة لهم أنهم يثبتوا تواجدهم ويثبتوا كفائتهم المعروفة. علشان أنت مقبل بعد كده على كاسر العالم الأندية. مجرد ما تنتهب طولة الأمم الأفريقية. يعني لسه برضو موضوع الموعد ده لسه ما تمش الإعلان عنه بشكل رسمي. هل حيتغير ولا حيفضل زي ما هو. زي ما أعلن. بخصوص تضارب موعد كاسر العالم الأندية وكاسر الأمم الأفريقية. لكن هنترقب ونشوف. وفي كل الأحوال احنا عندنا وثقة كبيرة جدا. رغم الظروف الصعبة في الجهاز الفني بكيادة مستر بيتسو موسيماني. وأيضا في قائمة فريق النادي الأهلي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق